محلياً أفادت اللجنة المنظمة لكأس الجمهورية أن قرعة نصف النهائي ستجرى هذا الاثنين انطلاقاً من الساعة التاسعة ليلة وستبث عبر قنوات التلفزيون العمومي هذا وستشهد القرعة حضوراً قول ممثلين ورؤساء الأندية المتأهلة إلى المربع الذهب من كأس الجزائر وهم أولمبي شلف شبيبة الصورة نجم مقرى بالإضافة إلى الفائز من مباراة جمعية الخروب شباب الوزداد والتي ستقام هذا لحد الحادي والعشرين ماي على أرضية ملعب خمسة جويليا الأولمبي وليس بملعب عشرين أوت كما أفصح عنه في السابقة